النهاردة بقى يا أحمد في حاجة تغيرت يعني بعد ما شفت استقبال القريب يعني أكيد قبل كده من فترة قصيرة الناس ما عارفك بس اللي يعرفه أنك بتغني النهاردة مصر كلها معجبة بصوتك تفكر في الحكاية دي؟ الحمد لله طبعا لازم أن أفكر لازم أن أفكر فيها طبعا حد تواصل معك أنا سمع أن في حد يعني تواصل معك من الفنانين رميك تواصل معي الأستاذ رمي جمال وصل معي والشعر محمد حسن هو طبعا ده يعتبر هو صاحب الشوء اللي حصل ده كله أنا أشكره من خلال البرنامج لأنه هو أول واحد الأستاذ عمر حسن الأستاذ شعر عمر حسن أول واحد حط الفيديو بتاعك ده جميل جميل ده أنت ليك فيديوهات كتير احنا اكتشفنا أنت عندك قناة على اليوتيوب بقى يا أحمد أحمد هستأذنك لو أنت تلفزيون مفتوح قدامك من فضلك وطي صوت شوي احنا سمعيناك كويس بسعدي الناس كمان تسمعك أنت عندك قناة على اليوتيوب قلتلي صح كده الصوت بيقطع عندك يا أحمد بعد إذنك لو تقدر تتحرك جنب شباك أو حاجة طيب هنحاول نكلم خليك معينا خليك معينا أحمد تحرك بس جنب شباك لو تقدر أحمد بيقول لنا دلوقتي عن قناته على اليوتيوب بيقول قناة بسيطة على اليوتيوب أنا هو باوعدك أنها مش تبقى بسيطة ولا حاجة أنها تبقى قناة كبيرة ومهمة وأن احنا هنقض كلنا ندور دلوقتي على القناة بتاعتك وهنسمع غناك الحلو وزي ما نستواصلت معاك من مبارح وإحنا النهاردة وغيرنا كتير هيكمل